وزراء واتفاقية بـ 500 مليون دولار لتمويل محطة صب سائل بميناء السخنة شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ودكتورة سحر ناصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طرق الملة وزير البترول شهدوا تفعيل اتفاق تمويل مشروع محطة صنكر للصب السائل بميناء السخنة باستثمار اجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار بما يعادل 10 مليارات جنيه مصري وقع الاتفاق كل من الفريق مهامميش رئيس الهيئة العامة لقناة السويس وربان اسامة الشريف العضو المنتدب للشركة صنكر واكد مجلس الوزراء ان الاتفاق بيعكس حرص الدولة بمختلف مؤسستها على تناول المشكلات التي قد يواجهها المستثمرون في مختلف القطاعات وايضا ايجاد حلول عملية لها بما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب يأتي هذا الاتفاق في اطار العمل على جذب الاستثمار الاجنبي في مجال الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة ونتيجة الجهود الحثيثة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بقيادة الدكتورة صحر نصر إذ قام تحالف من المؤسسات المالية الدولية يضم مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD والبنك التجاري الدولي المصري CIB بداخل الدفع الأولى من الحزمة التمويلية للمشروع تتويجا لسياسة الحكومة في تفعيل الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وأيضا رئيس الوزراء يبحث